أسعارها هذا هو حال بائعي الجملة في علوة الرشيد جنوبي بغداد ركود تام للحركة التجارية والتسويقية ومحاصيل محلية لا تسد كلفة إنتاجها هو صير علينا الصندوق بسبعة آلاف وست آلاف من مكانه وخسارة البذور والكيميائي والماء يعني هاي كلها خسائر ليش هاي؟ هاي طماطئة يعني العراقية والإيرانية جاي الطوب ليش هاي؟ ليش ما نصدر إحنا؟ طماطئة يعني طماطئة عراقية تخبل بثلاثة هاي طماطئة والله تخبل يعني ليش الصندوق بالفنص؟ شوف صندوق بالفنص ثلاثين كيلو واثنين وثلاثين كيلو صافي يعني السرعة قلية من الخمسين دينار أثرته على الفلاح ودمرت الفلاح ليش؟ الأسعار حيل تعبانة بالعلوة يعني الصندوق الطماطئة بالفنص ما يستفاد من عند الفلاح؟ ما يستفاد من عند الفلاح؟ يعني لو ما يزرع أحسن طماطئة البيتنجون علاقة بالفنص معاناة أخرى تضاف إلى قلة التسويق وانهيار الأسعار تمثلت بما يتعرض له المزارعين عند التنقل بين المحافظات من فساد في بعض السيطرات الأمنية حسب ما يقولون دا يأخذون من عندنا إحنا ورانا كروة ورانا عمولة ورانا قطعة هاي الإجراءات هاي اللي دا يأخذون وصولات الوصل البس ليمان بيك هاي دا يأخذون علي خمس تالاف على الكيه يقول له ما ليش يقول ما الطريق والطريق كل حفرة متر بي انتهي ممتع مع المحافظ صلاح الدين أبو صلاح الدين انت من قاعد تأخذ خمس تالاف ينقر يسوي الطريق ليش ما تسوي الطريق؟ زرع هواية الحكومة ما قاعد تدعم الفلاح ما قاعد مثلا الطماطة حيث الطماطة رخيصة بدل ما تخل الطماطة هيك السعرها 100 دينار افتح معامل والمعجون ليش رح أستورد معجوناني الخفاض يعني الأسواق أكثرها معزلة يعني المواطن شاءل ما يطلع يومية الجزء يروح للسوك حسنا بالسبوع الجزء يطلع مرة لو ما يطلع مرة المطاعم بغداد كنا معزلة ماك مطعم مفتح بس السفري والسفري يعني مو ذاك السعب مالتهم انهيار غير مسبوق بأسعار الخضارة فلا أحد يمتلك بوصلة التحكم بالأسعار هي شهادة أغلب تجار الجملة والفلاحين الذين يقفون حائرين في ضمن الخسائر فلا إقبال على السلع من المواطن ولا مصانع حكومية للاستفادة من منتجاتهم عرشد الحاكم الرشيد الفضائية